الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات أما بعد فيقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين وقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا إلهنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لسوق الأدلة من الكتاب والسنة في بياني أن الغلو في الصالحين الذي هو تجاوز الحد فيهم من حيث الأقوال ومن حيث الأفعال سبب لكفر بني آدم لأن الغلو تجاوز لحد الشرع وإذا حصل هذا الغلو جرّ إلى المهالك جرّ إلى المهالك والمطلوب من العبد المؤمن أن يستقيم كما أمره الله دون غلو فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغو إنه بما تعملون بصير المطلوب من المسلم أن يستقيم كما أمره الله وأن يكون عمله وفق شرع الله فإذا تجاوز الحد حد الشريعة وقع فيه الغلو والغلو يجر إلى المهالك ومما يفضي إليه الغلو الكفر وترك الدين قال باب ما جاء قوله ما جاء أي ذا ذكر الأدلة ما جاء أي من الأدلة في الكتاب والسنة أن سبب كفر بني آدم أي سبب وقوع بني آدم في الكفر من أول كفر وقع في في ذرية آدم كما سيأتي ثم ما تبعه بعد ذلك من كفر وشرك سبب ذلك الغلو الغلو في الصالحين فإذا هذه مسألة مهمة في باب التوحيد باب التوحيد أن يكون المسلم حذرا من الغلو حذرا من الغلو لا يغلو في الدين لا تغلو في دينكم لا يغلو في الدين وإنما يعمل بما شرع بما جاء في الكتاب وبما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم انخرج عن هذا الحد وقال أنا أريد نعظم الصالحين أريد أن أثني عليهم ويثني عليهم ثناء لا يليق إلا بالله يغلو في في الثناء يقال لهذا الغلو الذي الذي نهى الله عنه والطغيان الذي نهى عنه سبحانه وتعالى بقوله ولا تطعو الغلو والطغيان هو مجاوزة حد حد الشريعة فهذا أمر خطير ويجب على المسلم أن يكون على حذر شديد من ذلك قال باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلوف الصالحين الغلوف الصالحين أي من الأنبياء والأولياء وغيرهم من أهل الصلاح والفضل والنبل كل هؤلاء لا يغلى فيهم لا بالقول ولا بالاعتقاد ولا بالفعل لا يغلى فيهم والغلو ضابطه كما تقدم تعدي الحد الشرعي تعدي ما أمر الله سبحانه وتعالى به فإذا وجد الغلو تزايد تزايد في الإنسان إلى أن يفضي به إلى الكفر بالله عز وجل والوقوع في الشرك وترك الدين كما قال المصنف سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين أخذ يسوق الأدلة على ذلك بدأ بقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم وهذه الجملة جاءت في القرآن في موضعين إحداهما مصدرة بقوله قل يعني يا أمر الله نبيا أن يقول لهم ذلك لا تغلوا في دينكم خطاب لأهل الكتاب لا تغلوا في دينكم أي لا تتعدوا حدود الله لا تغلوا في دينكم أي لا تتعدوا حدود الله ولا تتجاوز ما أمر الله سبحانه وتعالى به ولا ترفع مخلوقا فوق منزلته ولا ترفع مخلوقا فوق منزلته التي أنزله الله إياها وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى وكل منهم غلى اليهود غلوا في عزير والنصارى غلت في عيسى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يوفكون فكل منهم غلى كل منهم غلى في الصالحين فكان غلو في الصالحين سبب ماذا كفرهم كان سبب كفرهم وانظر أيضا الآية التي جاءت بعدها اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله غلو اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم أي اتخذوا وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون فألا كل ما تنظر في مثل هذا تجد من وراء ذلك غلوا في الدين ولهذا سيأتي معنا قول النبي عليه الصلاة والسلام ناصحا لأمته قال إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين سبب الهلاك الآن انظر الحديث سبب الهلاك ما هو قال إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين هذا هو سبب الهلاك وهذا هو المعنى الذي ترجم المصنف لأجله قال أن سبب كفر بني آدم وتركهما الدين هو الغلو في الصالح والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما أهلك من كان قبلكم الغلو يعني سبب الهلاك الذي هو وقوع والبعد عن دين الله سبحانه وتعالى هو الغلو في الصالحين الآية هو إن كان الخطاب فيها لأهل الكتاب فهو أيضا تحذير للأمة فهو أيضا تحذير للأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام أن يفعلوا مثل ما فعل اليهود من الغلو ومثل ما فعل النصارى من الغلو تحذير للأمة وخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا محذرا لتتبعن سننا من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموا قالوا اليهود والنصارى قال فمن إذن نعم يعني اليهود والنصارى واليهود ثبت غلوهم في الصالحين والنصارى ثبت غلوهم في الصالحين ونبينا يخبر أن في الأمة من سيحاكيهم ويقلدهم في كل ما فعلوه شبرا شبرا ذراعا ذراعا فإذن الآية يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ما يقل علاقتنا بها الخطاب لأهل الكتاب نعم الخطاب لأهل الكتاب لكنه يتضمن ماذا تحذير هذه الأمة الله عز وجل يبين لنا يعني ما نهى عن أهل الكتاب وحذرهم منه ووقعوا فيه الذي هو الغلو وأهلكهم حتى لا نهلك مثلهم ولا نقع في الذي وقعوا فيه فهذا فيها التحذير للأمة مثل ما قال الله عز وجل في سورة الحديد ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل لا تفعلوا مثلهم لا تتشبهوا بهم وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تتبعن سننا من كان قبلكم لا تتبعن سننا من كان قبلكم هذا المعنى الذي في الحديث يدل عليها أيضا آية في القرآن فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا هذا كله تحذير تحذير ولهذا لما نقرأ هذه الآيات التي تبين حال اليهود وحال النصارى وما فيها مثلا من الوعيد والعقوبات لهم هذا كله ينبغي أن يأخذ المسلم ما أخذ الحذر والحيطة ألا يقع في شيء من ذلك الذي وقعوا فيه ولا يخض فيه ذاك الذي خاضوا فيه قال رحمه الله في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت قال رحمه الله تعالى في الصحيح يعني في الصحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا هذه جاءت في سياق كلام نوح عليه السلام يشكو لربه سبحانه وتعالى الحالة التي عليها قومه قال ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله ولده إلا خسارة ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم هذا كله يعني يذكره نوح عليه السلام من حال قومه يشكو لربه الحالة التي هم عليها وقالوا لا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا هذه خمسة أسماء هذه خمسة أسماء لرجال صالحين عرفوا بالصلاح عرفوا بالإيمان والصلاح والتقوى عرفوا أيضا بالنصح لأقوامهم ودلالتهم إلى الخير كانوا أهل فضل أهل علم أهل دعوة ونصح لأقوامهم ثم شاء الله سبحانه وتعالى أن تكون وفاتهم في وقت متقارب الخمسة الخمسة كانت وفاتهم في وقت متقارب أنت الآن تصور لما تكون في زمان برز فيه علم كبار وصاروا مرجع للأمة في قوة علمهم وفائدتهم ونفعهم للناس ودائما يتناقلون فتواهم ويرجعون إليهم ثم تفاجأ الأمة أنهم ماتوا جميعا في وقت متقارب كم يكون لهذا الأثر والألم في النفوس والحزن على فقدهم للمحبة العظيمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في قلوب العباد لهم مثل ما قال الله سبحانه وتعالى إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سيجعل لهم الرحمن ودّة أي مودّة في قلوب الخلق فهؤلاء الرجال صالحون أهل إيمان أهل علم أهل دعوة أهل نصر ماتوا في وقت متقارب حزن الناس على فقدهم قالوا هؤلاء الذين كانوا يعلموننا يذكروننا ينصحوننا فجاء الشيطان واستغل هذا الحدث وهذا أول شرك حصل في الدنيا أول شرك حصل في الدنيا جاء الشيطان واستغل هذا الحدث استغل الألم الذي في النفوس والحزن الشديد الذي في القلوب استغل هذا الحدث وقال ما يليق بكم أن ينتهي أمر هؤلاء الصالحين عندكم بدفنهم ومع الأيام تنسونهم اقترح عليهم اقتراحين واستغل حزنهم ومحبتهم لهؤلاء الصالحين أدخلها عليهم قال لا اجعلوا لهم أنصاب تماثيل على صورتهم في نفس المجالس التي كانوا يعلمونكم فيها وقال لهم أن هذا في فائدة عظيمة لكم كل ما تمرون من هذه المجالس ماذا يحصل تتذكرونهم وتتذكرون وعظهم تتذكرون نصحهم فيكون هذا التذكير بقى لكم على الاستقامة بقى لكم على الاستقامة وعلى الطاعة وأيضا قبورا لا تتركوها هكذا ابنوا فوقها أبنيا ميزوها عن غيرها من القبور حتى لما تروها أيضا تذكركم بهم وبفضلهم ودعوتهم فدخل عليهم من هذا المدخل محبة الصالحين محبة الصالحين ففعلوا ذلك فعلوا ذلك تركهم على هذا الصنيع ما صنع بهم شيئا هو كان يخطط لمن يخطط الأجيال التي بعدهم يعني تخطيطه ماذا بعيد المدى الشيطان يعني أحيانا بعض الناس يفعلون أشياء فيها مخالفة ويقال لهم هذه قد يحصل كذا وكذا وكذا يقول لا نحن نفهم ونحن عندنا علم نعم أنت تفهم وعندك علم لكن سيأتي من بعدك ذرية سننت فيهم هذا الأمر ما يكون عندهم العلم الذي عندك ولا الفهم الذي عندك ينشأون على جهل ويأتيهم الشيطان ويقول إنما صنع آباؤكم كذا من أجل كذا فالشيطان كان يقصد الأجيال اللاحقة فيقول ابن عباس هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح من قوم نوح لما هلكوا يعني لما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم يعني وسوس في قلوبهم أو حال قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم هذا النصب اسمه ود وهذا النصب اسمه يغوت وهذا النصب اسمه سوع انصبوا لهم أنصابا في المكان الذي كانوا يجلسون فيه وسموها بأسمائهم من أجل ماذا شيء واحد فقط أن لا ينسوا من أجل أن لا ينسوا يبقى الإنسان يذكر هؤلاء الصالحين ما ينساهم وإذا ذكرهم أيضا يذكر دعوتهم ونصحهم وتعليمهم وإرشادهم يتذكر ذلك ففعلوا ولم تعبد لم تعبد ممن من الجيل هذا الذي عمل الأنصاب حتى إذا هلك أولئك يعني هلك ذاك الجيل جاء أولادهم أحفادهم بعدهم حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت ونسي العلم عبدت في بعض الروايات نسخ أي درس لم يبقى له أثر عبدت نسي العلم نسي العلم ما العلم الذي نسي نسي العلم يحتمل معنين كل ما لا يمنع أن يكون مراد نسي العلم الذي فيه بين الشرك والتوحيد وما يميز به بين الشرك والتوحيد نسي العلم ما أصبح عند الناس علم بالتوحيد فمن السهل أن يدخل عليهم الشرك ويسمى بغير اسمه لأنهم ما أصبح عندهم فهم للتوحيد ولا درايا به أو نسي العلم أي بما جعلت لأجله تلك الأنصاب نسي العلم بذلك هي جعلت من أجل ماذا عندما بنيت أول ما بنيت هل بناها من بناها قاصدين ببنايتها أن تعبد من دون الله نعم لا ما بنوها لأجل ذلك فقط بنوه للذكرى فلما نسي الغرض الذي بنيت لأجله نسي العلم بالغرض الذي بنيت لأجله عبدت جاء الشيطان إليهم وقال إن آباءكم وأجدادكم إنما صنعوا هذه لأنهم إذا استشفعوا بها شفعوا وإذا استسقوا بها أغيثوا وإذا سألوا بها أعطوا لأجل هذا بنوها فعبدوها لأن العلم نسي وأيضا نسي ماذا الشيء الذي بنيت تلك الأنصاب تلك الأنصاب لأجله أفاد ذلك أمرا كلهما له علاقة بالترجمة التحذين من الغلو وخطورته وأنه يؤدي إلى ماذا إلى الشرك هؤلاء غلوا غلوا باتخاذ التماثيل وأيضا الأنصاب والأبنية على قبور الصالحين فكان الأثر في الأجيال التي بعد لما نسي العلم أو نسي العلم عبدت عبدت من من دون الله هذا فيها مثل ما أشرت مضرة فقد العلم ومضرة وجود الغلو مضرة فقد العلم ومضرة وجود الغلو ويمكن أن يذكر في هذا أيضا من خلال دلالات النصوص يمكن أن يذكر في ذلك قاعدة كل ما عبد من دون الله من قبر أو صنم فالأصل في عبادته الغلو واندراس العلم الأصل في عبادته الغلو في الصالحين واندراس العلم أي ذهاب العلم مثل ما قال ابن عباس لما نسي العلم عبدت فإذا نسي العلم وجد الغلو حصل ماذا الشرك الذي بوب المصنف لبياني السبب السبب وقوع ترك الدين والوقوع في الشرك والغلو في الصالحين نعم قال رحمه الله وقال هذه الأصنام هذه الأصنام فيما بعد جلبها عمر بن لحي جلبها إلى مكة جلبها إلى قريش وكان عمر بن لحي هو أول من بدل دين إبراهيم ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال رأيت عمر بن لحي رأاه وهو يصلي رأاه النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الكسوب أنه رأى النار عليه الصلاة والسلام ورأى بعض المعذبين فيها من ضمن المعذبين رأى عمر بن لحي يجر قصبة أي أمعاء في النار وقال عليه الصلاة والسلام أنه أول من سيب السوائب وأول من بدل دين إبراهيم جلب الأصنام وأغرى الناس بها حتى عبدت وأصبحت تتزايد عند الكعبة ولما فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة كسر داخل الكعبة وخارجها وحول أكثر من ثلاثمائة صنام هذا تكثر في الناس الأصنام نعم قال رحمه الله وقال ابن القيم رحمه الله قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم قال قال ابن القيم رحمه الله قال غير واحد من السلف أي في كتب التفسير وهذا الذي أشار إليه تجده في مثل التفسير الجوامع للآثار مثل التفسير بن جرير الطبري ومثل أيضا تفسير بن كتير رحمه الله قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم لما ماتوا عكفوا على قبورهم العكوف هذا حصل قبل ماذا قبل التصوير لأنه قال ثم صوروا تماثيلا فأول ما فقدهم كانوا يعكفون على قبورهم العكوف واللزوم لزوم المكان والمكثل الطويل فيه والعكوف هو عبادة لله أنتم عاكفون في المساجد مكانها المساجد تعبدا لله سبحانه وتعالى فإذا كان العكوف على القبور إذا كان العكوف على القبور صار تعظيما ومحبة وعبادة لهم ومحبة وعبادة لهم وسبق أن تقدم معنا شجرة ذات أنواط يعكفون عندها يعكفون عندها العكوف البقاء والإقامة على الشيء في المكان عبادة وتعظيما وتبركا فكانوا أول ما بدأوا يعكفون عندها ثم صوروا تماثيلهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فأبدوهم عبدوهم عبادة صريحة دعاء وذبح ونذر وغير ذلك من العبادات نعم قال رحمه الله وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصار ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله أخرجاه قال وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني الإطراء مجاوزة الحد في المدح والثنى الإطراء مجاوزة الحد في المدح والثنى يبالغ في المدح يكذب في الأوصاف يبالغ فيها فمعنى قوله لا تطروني أي لا تمدحوني فتغلوا في مدحي لا تمدحوني فتغلوا في مدحي مثل ما غلط النصارى في عيسى لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم قال إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله أي صفوني بهاتين الصفتين بهاتين الصفتين بعبد الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله هاتان الصفتان وتجدهما في كثير من الأدعية والأذكار هاتان الصفتان توجد في من يواضب عليهما اعتدالا وسلامه من الغلو والجفاء لأن إذا كان يصف النبي عليه الصلاة والسلام بأنه عبد عبد ويعتقد أنه عليه الصلاة والسلام عبد فالعبد لا يعبد هذه تحول بين بإذن الله وبين الغلو العبد لا يعبد ولا يوصف بصفات الرب لا يعطى من صفات الرب عبد قل إنما أنا بشر مثلكم فالعبد لا يعبد ولا يوصف بصفات هي خصائصة للرب سبحانه وتعالى فهذه تحمي من الغلو ورسوله هذه تحمي من الجفاء الرسول لا يكذب بل يطع ويتبع الرسول لا يكذب إذن إذا قلنا عبد الله ورسوله العبد لا يعبد ورسوله الرسول لا يكذب بل يطع ويتبع فإذن هذه تحدث للإنسان وسطية وسطية بين أهل الغلو وأهل الجفاء أهل الإفراط وأهل التفريط وخيار الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطهم الدين وسط لا غلو ولا جفاء دعم قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما وهذا الحديث أيضا له سبب له قصة جاءت في مصادر تخريج الحديث في المسند والسنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال غادات جمع قال للفضل ابن عباس هلما القطلي حصيات القطلي حصيات من حصى الخذ من حصى الخذ حصى الخذ حصات صغيرة الخذ فكما تعلمون من هي عنه لكن هذا فقط توضيح لحجم الحصات حصى الخذ في الحصات التي يمكن يضعها الإنسان على سبابته ويدفعها ماذا بالإبهام هذا يسمى خذ ما يمكن أن يوضع على السبابة حجر أو شيء كبير وإنما هي حصات صغيرة توضع على السبابة ثم تدفع بالإبهام ولا طرق أخرى لكن هذا هو الخذ وحصات الخذ حصات صغيرة فأخذ السبع الحصيات ووضعها النبي عليه الصلاة والسلام في يده وأرىها الناس قال بمثل هؤلاء فرموا يريهم الحجم قال بمثل هؤلاء فرموا وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين فحذر عليه الصلاة والسلام من الغلو في الدين عموما لأن هذا الحديث عام في جميع أنواع الغلو سواء في الاعتقاد أو في الأعمال إياكم والغلو في الدين الدين كله لكن هذا الآن جاءت بالمناسبة مناسبة خوفه أن يتجاوز بعضهم الغلو في الرمي يتجاوز الحد فيه لكنه جاء بلفظ عام محذراً من ماذا من الغلو في الدين كله في باب العقيدة وفي باب العمل والعبادة قال فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين أهلك من كان قبلكم الأمم التي قبلنا هلكت بالغلو فإذا مارس الناس من أمته الغلو ماذا يحصل لهم يهلكون كما هلك أولئك وهلكهم بوقوع في الشرك بالكفر بعبادة غير الله عز وجل قال رحمه الله ولمسلمين عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون قالها ثلاثا ثم أورد هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون هلك المتنطعون قالها ثلاثا يعني تأكيدا مبالغة في البيان والتعليم صلى الله عليه وسلم المتنطعون التنطع هو التكلف والتعمق وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه من موجبات الهلاك من موجبات الهلاك هلك المتنطعون أي هلك المتعمقون المتكلفون الغالون فرجع المعنى إلى معنى الحديث الذي قبله الحديث الذي قبله قال إنما كان أهلك من كان قبلك من الغلو وهنا قال هلك المتنطعون في إخبار أن التنطع الذي هو التعمق والغلو والتكلف يوجب الهلاك يوجب الهلاك مطابقة هذا الحديث التي ترجم من جهتنا التنطع من الغلو في الدين التنطع من الغلو في الدين وما كان غلوا في الدين يجر إلى الهلاك يجر إلى الكفر يجر إلى ترك الدين مثل ما حصل في الأمم السابقة نعم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب نعم الشيخ رحمه الله يؤكد على العناية بفهم هذا الباب وبابين بعده ويرى أن 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 فهمها يزيل الإنسان عنه الغربة الغربة التي غربة فهم الدين مش فهم الدين فهم أصل الدين التوحيد أساس الدين الذي يقوم عليه فمن فهم هذا الباب وبابين بعده يعني باب سبب سبب الكفر هو الغلوف الصالحين وباب التغليض في من عبد الله عند قبر رجل صالح وباب أن الغلوف في قبور الصالحين يجعلها أوثانا تعبد هذه الثلاثة أبواب يقول مهم أن يفهمها وأن من فهم هذا الباب تبين له غربة الإسلام تبين له غربة الإسلام مرأة من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب العجاب فالحاصر أن يؤكد رحمه الله على العناية بهذه الأبواب الثلاثة وفهمها لأن فيها السلامة للعبد نعم قال رحمه الله الثانية معرفة أول شرك حدث على وجه الأرض أنه بشبهة الصالحين الثانية معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه بشبهة الصالحين مثل ما تقدم معنا في الآية والأثر عن ابن عباس في تفسيرها لما غلأ أولئك في الصالحين حدث الشرك بسبب ذلك قال رحمه الله الثالثة أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله تعالى أرسلهم أول شيء غير به دين الأنبياء عبادة الصالحين عبادة الصالحين والسبب في ذلك الغلو قال رحمه الله الرابعة سبب قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها نعم لأن الشيطان يدخل على الناس من مداخل منها مدخل محبة الصالحين ثم تعظيم الصالحين وتعظيم الصالحين مطلوب لكن في حدود ماذا في حدود الشرع لكن إذا عظمهم تعظيما تجاوز حد حد الشرع بأن يصفهم بصفات ليست إلا لله أو يضيف إليهم خصائص ليست إلا لله أو يعطيهم حقوق ليست إلا لله ف مثل ما قال سبب قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها هو أن الشيطان يدخل يدخل على الناس مثل هذه المداخل حتى يجعلهم يتقبلون هذه البدع التي تفضي إلى الشرك قال رحمه الله الخامسة أن سبب ذلك كله مسج الحق بالباطل فالأول محبة الصالحين والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيرا نعم أن سبب ذلك سبب هذا البلاء والذي هو وترك الدين والوقوع في الشرك كله مسجل حق بالباطل مسجل حق بالباطل قال الأول محبة الصالحين محبة الصالحين ماذا تكون حقها حق هذا ما في شيء حق مطلوب مطلوب محبة مطلوب من المؤمن أن يحب الصالحين بل أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله هذا أمر مطلوب محبة الصالحين وفي الدعاء الماثور لما يلنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك فهذا حق الثاني فعل أناس من أهل العلم شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيرا ألا فعلوا شيئا عملوا الأنصاب أرادوا بها ماذا خيرا أن يذكروهم وإذا ذكروا نصائحهم وتوجيههم وتعليما أرادوا خيرا فالثاني قال فعل أناس هذا باطل فعل أناس من أهل العلم شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيرا مثل ما تقدم جاءهم الشيطان وقال إنما فصنعوا هذه لأنهم إذا استغاثوا بها أغيثوا وإذا سألوا بها أعطوا قال رحمه الله السادسة تفسير الآية التي في سورة نوح نعم وقالوا لا تذرنا وقد تقدم قال رحمه الله السابعة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد نعم يعني جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد إلا إذا سلمه الله عز وجل بأن كان عظيم اللجوء إلى الله عظيم المجاهدة لنفسه فجبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد ولو تأملت في قصة أولئك من قوم نوع قصة أولئك من قوم نوع بدأ الحق ينقص بدأ الحق ينقص في قلوبهم وبدأ الباطل يزيد حتى أصبحوا من أهل الشرك الذين هم متشددين في الشرك والوثنية وعبادة غير الله سبحانه وتعالى قال رحمه الله الثامنة أن فيه شاهدا لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر نعم يا السلف يقولون أن البدعة بريد الكفر أو سبب الكفر لأنها تفضي إليه وهذه الكصة هي شاهد لذلك لما صوروا الصور كان هذا التصوير بدعة ولما وضعوا الأنصاب وكان هذه البدعة موجبا لماذا أو سببا لوقوع الشرك فيما بعد قال رحمه الله التاسعة معرفة الشيطان بما تأول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل نعم لأن مثل ما تقدم الشيطان يخطط لمدى بعيد يعرف ما تأول إليه البدعة قد لا تأول إلى الكفر في الجيل الأول أو حتى الثاني بل بعد أجيال توصل أو تفضي البدعة إلى الكفر والشرك بالله قال رحمه الله العاشرة معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يأول إليه نعم هذه قاعدة كلية دل عليها الحديث إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم فهذه قاعدة كلية فالتحذير من الغلو وبيان ما يأول إليه من الكفر بالله وترك الدين قال رحمه الله الحادية عشرة مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح نعم العكوف على القبر لأجل عمل صالح العكوف المكفر الطويل فمضرة من جهة أن ذلك صار سببا فيما بعد لعبادة المقبورين هؤلاء من دون الله قال رحمه الله الثانية عشرة معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها نعم معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها حكمة في إزالتها لأنها تفضي إلى عبادتها من دون الله قال رحمه الله الثالثة عشرة معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها يقصد بالقصة قصة الصالحين من قوم نوح كيف أن الشيطان خطى خطوات إلى أن أوقع فيما بعد الأجيال اللاحقة بالشرك وعبادة هؤلاء من دون الله قال رحمه الله الرابعة عشرة وهي ولما يقتصر على الجيل الذي هم أولاد أولئك وأحفادهم بل استمر بل استمر حتى جلب جلب يعني عمر بن لحي جلب تلك الأصنام وصارت تعبد ولهذا الأثر الذي في صحيح البخاري أثر ابن عباس رضي الله عنهما المصنف اختصره لكن يقول ابن عباس صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد فأما ود فكانت لكلب بدومة الجندل وأما اسوع فكانت لهذيل وأما يعوث فكانت لمرد ثم لبني غطيف بالجرف عند سبا وأما يعوق فكانت لهمدان وأما نسر فكانت لحمير لآلد الكلاع بقيت بقيت قرون لكن البداية هي هذه البداية فانظر يعني كيف خطوة ماكرة خبيثة حتى بقي هذا الشرك في قرون ممتدة وطويلة نعم قال رحمه الله الرابعة عشرة وهي أعجب وأعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينه وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات واعتقدوا أن نهي الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم عنه هو الكفر المبيح للدم والمال نعم هذا أمر عجيب يعني مع وضوح هذا الأمر لكن من دخل عليهم الشيطان ونشأوا في مدارس يعني مدارس الخرافة والبدعة والضلال والغلوف الصالحين حتى لو قرأ كتب التفسير وقرأ هذه الآيات ذهنه مغلق ذهنه مغلق ما يبصرها لا يراها يقرأها في كتب التفسير ويقرأها في صحيح البخاري يكون عنده علم عنده الطلاع يقرأ لكن ما يبصرها بسبب تراكم الضلال الذي نشأ عليه فلا يبصر يقول هذا من أعجب العجاب قرأتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات الذي هو الغلوب اعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات واعتقدوا أيضا أن نهي الله ورسوله عنه هو الكفر المبيح للدم والمال لما يقول لهم شخص أن هذا نهى الله عنه وهذا حرام ولا يجوز يقولوا أن تنقصت الصالحين ولا تعرف أقدارهم ولا تحب الصالحين جعلوا حب الصالحين هو ماذا هو عبادتهم هو الغلوب فيهم هو إعطاءهم خصائص الرب فإذا أنكر عليهم أحد هذا الغلوب في الصالحين قالوا أنت ما تحب الصالحين ولهذا أظنها أظنها محمد بن الحسن بن الحنفية أظنه واحد من آل البيت كان يقول أحبون حب الإسلام أحبون حب الإسلام هذا هو المطلوب حب الإسلام أما إذا تجاوز الإنسان مع الصالحين حبا فوق حب الإسلام وقع الغلو وقع الضلال نعم قال رحمه الله الخامسة عشرة التصريح أنهم لم يريدوا إلا الشفاعة نعم التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة يعني ما أرادوا بهؤلاء الصالحين إلا أن يشفعوا لهم أن يشفعوا لهم عند عند الله سبحانه وتعالى وهذا جاء في جاء في بعض جاء في بعض ألفاظ هذا الخبر في بعض الروايات التي رواها ابن جرير قال إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر وبهم يسقون المطر فهم يعني أرادوا الشفاعة أرادوا أن يجعلهم وسيلة وسيلة بينهم وبين الله ليقبل دعائهم ويحقق لهم سؤلهم نعم قال رحمه الله السادسة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك السادسة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك يعني أرادوا الشفاعة أرادوا الاستشفاع به ظنوا أن أرادوا ذلك وأولئك ما أرادوا ذلك أرادوا الذكرى فقط قال رحمه الله السابعة عشرة البيان العظيم في قوله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى إلى آخره فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين نعم بلغ عليه الصلاة والسلام البلاغ المبين نصح وحذر أمته عليه الصلاة والسلام قال لا تطروني أي لا تمدحوني بالباطل لا تتجاوزوا في مدح حد الشرع نعم قال رحمه الله الثامنة عشرة نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين ثلاث مرات يقول هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون هذه نصيحة لنا وتحذير من التنطع الذي والتكلف والتشدد في الدين قال رحمه الله من التنطع في الدين رفع المخلوق فوق منزلته نعم قال رحمه الله التاسعة عشرة التصريح أنها لم تعبد حتى نسي العلم ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده نعم الأمة بحاجة شديدة إلى العلم العلم الصحيح المستمد من كتاب الله وصنة نبيه عليه الصلاة والسلام ووجوده منفع عظيمة للناس وفقده مضرة عظيمة عليهم نعم قال رحمه الله العشرون أن سبب فقد العلم موت العلماء نعم يعني العلم العلم لا ينتزع من صدور الرجال انتزاعا وإنما يفقد العلم بفقد حملته كما جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال ولكن يقبض العلم بقبض العلماء ولكن يقبض العلم بقبض العلماء نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه سراطا مستقيما اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها أمولاها اللهم إنا نسلك الهدى والتقى والعفة والغنى اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك وسدده في أقواله وأعماله اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واجعلهم رحمة على رعاياهم اللهم ثرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقضي الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموت المسلمين اللهم أصلح ذات بيننا وألب بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور واعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم أنجل المستضعفين من المسلمين واحقن دماءهم يا رب العالمين واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين جزاكم الله وخير ترجمة نانسي قنقر